وضع محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر حجر الأساس لمشروع مبنى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيحوت الريفي بتمويل من السلطة المحلية وتفقد المحافظ ومعه وزير الدولة اللواء محمد كدة والأمير العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر سير العمل في مستشفى سيحوت الريفي مستمعا من إدارة المستشفى إلى مستوى الخدمات الصحية المقدمة مشيدا بالجهود التي يبذلها الكادر الطبي في المستشفى